الشيخ مسيخ سقطر عيسى بن يقوت من مغادرة الأرخبيل بعد محاولات منعه من قبائل سلطات الانتقالي ومكث الشيخ بن يقوت بضعة أشهر في مسقط رأسه واطلع على أحوال المواطنين ونفذ تحركات عديدة لتوحيد الصف السقطري وجمع كلمته والسعي لتصحيح مسار القبيلة بعد تعرضها لعدة ضربات من سلطات الانتقالي تحت ذريعة هيكلة المقادمة ودفعت زيارته للأرخبيل سلطات الانتقالي وعلى رأسها المحافظ رأفة الثقل للاستنفار ومحاولة الحد من تحركاته والاعتداء عليه وإصدار قرارات بسحب صفته وأخيرا منعه من السفر